اختتمت بسيئون بمحافظة حضرموت فعاليات اليوبيل الذهبي لإذاعة سيئون وذلك بحفل خطابي وتكريمي نظامته لدارة العامة للإذاعة وفي الاحتفال اشهد وكيل محافظة حضرموت الشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري اشهد بجهود قيادة الإذاعة وطاقم العمل في تقديم المحتوى البرامجي الهدف ومساهمتها في نقل مختلف الأنشطة فضلا عن رسالتها التنويرية والتوعية في المجتمع فيما استعرض المدير العام لإذاعة سيئون هدار الهدار المراحل والمحطات التي شاهدتها الإذاعة منذ عام 1973 واشار الهدار بأن واقع حضرموت اليوم يتطلب إعلاما قويا يؤاكب كل متغيرات العصر ومتطلبات الحياة اليومية ومجددا الشكر لكل العاملين والمساهمين في إنجاح فعاليات اليوبيل الذهبي للإذاعة تخلل الاحتفال الذي حضره وكيل المحافظة المساعدين هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي تخل له تقديم عدد من الفقرات الإبداعية المختلفة التي تناولت في مجملها محاكاة الإذاعة لواقع المجتمع وتكريم الجهات الداعمة والمساهمة للإذاعة والمؤسسين وكافة العاملين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر